ماذا تفعل المرأة التي يطلبها زوجها ويحائض إن طلبها للجماع رفضت تماما لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ويسألونك عن المحيض قلوا أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربواهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإذا الزوج دعا زوجته إلى الجماع وهي حائض أعني زمن الحيضة لا طاعة له وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف أما إذا دعاها لشيء غير الجماع أطاعته في غير الجماع والله أعلم ما لم تكن ماصية والله أعلم ترجمة نانسي قنقر